شخصيات وأحداث من الدولة الوسطى مقدمة أبناء التلاميذ في نهاية عصر الدولة القديمة انتشرت الفوضى في البلاد وتفككت وحدة البلاد وانهارت سلطة الحكومة إلى أن استطاع الملك من تحطب الثاني السيطرة على البلاد وأعاد توحيدها مرة ثانية ومن أشهر ملوك الدولة الوسطى الملك من تحطب الثاني الذي يتحدث عن نفسه أنا مؤسس الأسرة الحادية عشر وعملت على وحدة البلاد ونشر الأمن وقضيت على الفتن وأعدت الاستقرار واتخست من طيبة عاصمة للبلاد الملك سنسيرت الثالث يتحدث عن نفسه أنا الملك سنسيرت الثالث من أهم ملوك الدولة الوسطى حيث أنني رجل حرب وإدارة فقد اهتممت بالجيش وقمت بقيادة حملات لتأمين حدود البلاد والدفاع عنها ومن أهم أعمالي حفر قناة سيزوستيريس التي تربط البحر الأحمر بالنيل مما أدى إلى ازدهار التجارة مع بلاد بونت وبلاد الشام وهنا يا أبنائي يجب أن نشير إلى أن هذه القناة قد ردمت وحفر بدلا منها قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وأصبحت ممرا ملاحيا عالميا كما أنها تحقق دخلا كبيرا من العمولات الأجنبية لمصر يساهم في نمو الاقتصاد القومي وهنا نشير إلى أن هناك فرقا كبيرا بين القناتين بالنسبة لقناة سيزوستيريس تصل النيل بالبحر الأحمر تم حفرها في عصر الدولة الوسطى تصل القناة البحرين بطريق غير مباشر عن طريق النيل بالنسبة لقناة السويس تصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط تم حفرها في العصر الحديث تصل البحرين بطريق مباشر وتتشبه كل من القناتين بأن لهما دور هام في ازدهار التجارة قديما وحديثا بعض الأقوال المشهورة عن الملك سنوسيرث الثالث يقول الملك إن من يحافظ من أبنائي على هذه الحدود التي أقمتها فإنه ابني وولدي وإنه أشبه بالابن الذي حمى أباه والذي حفظ حدود من أعقبه أما الذي يهملها ولا يحارب من أجلها فليس بابني ولم يولد مني الملك أمن محات الثالث يتحدث عن نفسه أنا الملك أمن محات الثالث أنا أحد ملوك الدولة الوسطى حيث قمت ببناء السدود للانتفاع بمياه النيل وحماية الأراضي من الفيضانات وزيادة المساحة المزروعة كذلك أقمت مكياسا لمياه النيل عند قلعة سمنة عند الجندل الثاني في جنوب مصر وذلك لضبط مياه النيل أثناء الفيضان وعلى أساسه تقدر الضرائب كذلك أقمت هرما عند بلدة هوارة بالفيوم وقمت بتشييد قصر التيه وهو معبد ضخم متعدد الحجرات حيث يبلغ عدد حجراتي سلاسة آلاف حجرة ولذلك يسمى بقصر التيه لأن الزائر يجد صعوبة في الخروج منه بعد دخوله وهنا يا أبنائي نشير إلى الفرق بين السد العالي الحالي وسد اللاهون في عصر الدولة الوسطى السد العالي سد اللاهون تم بنائه على مجرى النيل جنوب مصر جنوب محافظة أسوان تم بنائه على بحر يوسف عند هوارة المقطع حيث فتحت اللاهون من النيل مباشرة عند أسيوت الغرض من الغرض من حماية البلاد من الفيضانات حماية البلاد من الفيضانات تخزين قرني أي فترة طويلة تخزين المياه وقت الفيضان لمدة قصيرة زيادة المساحة المزروعة زيادة المساحة المزروعة زراعة الأرض طوال العام زراعة الأرض موسم واحد أدى إلى استخدام الري الدائم للأرض استخدام الري الحوضي أدى إلى زراعة الأرض أكثر من مرة زراعة الأرض مرة واحدة تم استخدامه في توليد الكهرباء لم يستخدم في توليد الكهرباء لم يحجز الطمي منع وصول الطمي إلى الأراضي الزراعية الملك أحمس قاهر الهكسوس يتحدث عن نفسه أنا الملك أحمس قاهر الهكسوس أنا الإبن الثاني لأمير طيبة سقن راع الذي مات شهيدا في حربه مع الهكسوس في سبيل تحرير وطني وكذلك استشهاد أخي الأكبر كامس فلذلك قامت أمي باستدعاء لخوض معرقة القرامة والحرية ضد الهكسوس الذين أساءوا للمصريين وهدموا معابدهم وخربوا الكثير من الآثار المصرية القديمة ومن هنا قمت بتوحيد أقاليم الصعيد وتكوين جيش قوي مجهز بالعجلات الحربية والتف حول المصريون وحاصرت الهكسوس في عاصمتهم أواريس حتى سقطت وقمت بترضيهم خارج حدود مصر حتى حصن شاروهين جنوب فلسطين وقد شتت شملهم وبذلك يا أبنائي عاد أحمس بطل التحرير إلى وطنه وهذا النصر كان مولد عصر جديد هو الدولة الحديثة أي عصر الرخاء والبناء والتعمير والقوة وهذا يرجع إلى اهتمام ملوك هذه الدولة بإقامة المشروعات التي تعود على الشعب بالخير من ري وزراعة وتجارة والدة أحمس يا حتب هي خير مثال لدور المرأة في مصر الفرعونية كزوجة وأم تتحمل الشدائد مثل موت زوجها وابنها الأكبر واستدعاء ابنها الثاني أحمس ليحارب الهكسوس وبذلك يكون لها دور عظيم في الانتصار وإعطاء المثل والقدوة في التضحية والشجاعة والولاء والانتماء وهنا نشير إلى وجود خط زمني يوضح أشهر ملوك الدولة الوسطى وأهم أعمالهم وهم كالتالي مفاهيم ومصطلحات الدرس الثاني قناة سيزوستريس هي أقدم طريق مائي يصل بين البحرين الأحمر والمتوسط عن طريق نهر النيل حفرها الملك سنوسيرت الثالث قناة السويس تصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط تم حفرها في العصر الحديث هكسوس قبائل بدوية رعوية جاءت عن طريق فلسطين أطلق المصريون عليهم ملوك الرعاة لأنهم اغتصبوا بلادهم بدون وجه حق قصر التيه هو معبد انشياده أمنمحات الثالث ويضم ثلاثة آلاف حجرة وقد تمي بهذا الاسم لأنه من الصعب على الزائر الخروج منه بعد دخوله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر